وفي تطورات الشأن السوري ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن مدنيين سقطوا بين قتيلا وجريح في غارات جوية مكثفة على حي الوعر المحاصر بمدينة حمص وفة سوريا وقال مركز الدفاع المدني ومصادر طبية في الحي إن الطائرات الحربية استهدفت بالصواريخ الفراغية منازل المدنيين في الحي مادة لمقتل عدد من المدنيين بينهم امرأة وطفلها إضافة لجرح سبعة مدنيين بينهم أطفال وبعضهم في حالة حرجة يأتي ذلك رغم سريان اتفاق إيقاف إطلاق النار وتوقيع أهالي الحي المحاصر على هدنة مع قوات النظام لوقف القصف من جانب آخر قتل 14 مدنيا وصب آخرون في قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على ريف الرقة الشمالي